أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة على التزام مملكة البحرين بالعمل جنبا إلى جنب مع المجتمع الدولي لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لما بعد عام 2015 منوها بتعهد البحرين بالوفاء بالتزاماتها من خلال ترسيخ أسس ثابتة من شأنها أن تضمن تنمية متكاملة ومستدامة ومتوازنة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية جاء ذلك خلال الاحتفال الذي أقيم بمناسبة مرور سبعين عاما على اعتماد ميثاق منظمة الدولية حيث كان الأمين العام للأمم المتحدة بن كيمون قد أعلن انطلاق الاحتفال العالمي بهذه الذكرى والتي اعتبرها فرصة سانحة لإلقاء الضوي على ما حققته من جازات عديدة راسخة ولتمتين عزمنا الجماعية على بدل مزيد من الجهود في سبيل تعزيز السلام والأمن والنهوض بالتنمية المستدامة وحقوق الإنسان من جانبه أوضح الممثل والمقيم لانشيطة الأمم المتحدة في البحرين بيتر جروهمان بأن مملكة البحرين ومنذ انضمامها لمنظمة الأمم المتحدة قد هيئت القاعدة السليمة لاحتضان عدد من الوكالات التابعة لمكتب الأمم المتحدة مما يعكس التزامها بالعمل ضمن المبادئ الأساسية التي بنيت عليها منظمة الأمم المتحدة ونوها جروهمان بأن التزام المملكة بالعمل على أهداف التنمية العالمية التي عقبت مؤتمر الألفية في عام 2000 وتنفيذها لغالبية تلك الأهداف يعكس العمل الدووب الذي سنشده في المرحلة القادمة في المرحلة بعد الأعلان عن أهداف التنمية لما بعد 2015 والتي تمت خلال المؤتمر الذي عقد مؤخرا في نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية بحضور قادة رؤساء الدول في سبتمبر الماضي